وأكد رئيس سيسي أنه عقب التضحية التي قدمها أهالي سيناء خلال الفترة الماضية لن يكون الرد بكلمة شكرا فقط بل سيكون من خلال الاهتمام والعمل وأضف أن من سيقوم بالعمل والتنمية هم أهالي سيناء سواء الشركات أو الأفراد بالإضافة إلى شركات أخرى إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك اللي فد كون واللي جايكم تاني يوقع تفتكروا أنه بعد التضحية التي قدمها أهالي سيناء سنقول متشاكرين بالكلام سنقول متشاكرين بالإيه؟ بالكلام لا إحنا سنقول متشاكرين بالاهتمام والعمل آه بالاهتمام والعمل صحيح أنا أقول لكم كده عشان تبقى الأمور واضحة واللي سيقول بالكلام هذا أهالي سيناء كشركات موجودة وأبنائها ولو احتاجنا أنه إحنا يبقى في شركات أخرى لا بأس لكن يوقع تفتكروا أنه إحنا هنرضى باللي كان موجود قبل كده لا مش عاصل ولو ما كانش ده كان في بالنا وكان تخططنا وتنفذنا اللي إحنا عملناه خلال التامن السنين اللي فاتوا اللي إحنا قلنا رقم وإحنا بنحارب الإرهاب وقدر أكتر ناس تعرف المعاناة أنتو مش أنتو فقط كماولين لكن أنتو كنتو الحياة بتعاق تماما مش بس نتيجة الإرهاب اللي بيتم نتيجة الإجراءات اللي الدولة بأجهزتها كقوات مسلحة وشرطة بتعملها للتأمين فكان النهاردة حركة الحركة من الغرب للشرق والعكس من الشرق للغرب كانت حركة فيها إعاقة كبيرة حركة المواد حتى الأسماء ده كننا احنا بندخلها بحساب نتيجة إنها ممكن تستخدم بحاجة تانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر